فيرمينيو طبعا مهاجم السابق لليفر بول بيخش في مفاوضات من أجل الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في الدوري السعودي عقد طبعا فيرمينيو انتهى خلاص أو هينتهى في 30 يونيو الجاري النادي الإنجليزي يمكن في آخر مباراة في الدوري أعلن عدم تجديد عقد البرازيلي رسميا يعني وودع طبعا اللاعب زملائه في ليفر بول وكتب فابريزيو رومانو ده طبعا خبير الانتقالات الدولية لللاعبين والمداربين في أوروبا على حسابه بموقع تويتر أهل جدة يجري محادثات للتعاقد مع فيرمينيو المفاوضات جارية والنادي السعودي ينتظر القرار النهائي لللاعب أضاف كمان أن الأهل بيخطط لحجز الكشف التبلي الخاص بفرمينيو في وقت لاحق من الأسبوع الحالي في حال طبعا حصولهم أو حصولهم على الضوء الأخضر من اللاعب قال كمان أن عرض النادي السعودي للمهاجم البرازيلي يمتد لمدة ثلاث سنين ينتهي في يونيو عشرين ستة وعشرين والنادي الأهل يأمل أن طبعا يوافق فيرمينيو للانتقال له وفي هذه الحالة هيجري الكشف التبلي يوم الأربع أو يوم الجمعة اللي جاية في حالة موافقة اللاعب حضراتكم عارفين أن يمكن اسم فيرمينيو اسم كبير جدا ارتبط يعني اسم فيرمينيو بعدد كبير من الأندية في أوروبا على سبيل المثال برشلونة ريال مادريد لكن يمكن زي ما بقول لحضراتكم المحدثات الأخيرة مع الأندية السعودية بتجذب لعبين كبار مثل طبعا شفنا رونالدو وشفنا كريم بن زمة وبالتالي فيرمينيو بيفكر بشكل جدي أنه ينتقل إلى الدوري السعودي اشتركوا في القناة